السيدات والسادة مساء الخير في آخر أيام عام عشرين ثلاثة وعشرين عاشت منطقتنا أحداثا صعبة أطفال غزة دمرت بيوتهم على رؤوس أسرهم شردوا وهجروا قصرا من وطنهم على مرأة من العالم شباب يافع في عمر الوروط بالأرض المحتلة يعيشوا يوميا في جحيم القصف والحصار مهدد بالموت أو الاعتقال في كل لحظة في أمريكا وأوروبا أيضا جيل جديد من الشباب شاهد لأول مرة على شاشات التليفزيون عدوانا غير مسبوق على شعب اغتصبت أرضه وحرم من حقوقه المشروعة على مدى 75 عاما هذا الجيل الذي صدمته صور المذابح بالألاف في آخر أيام العام احتج على جرائم إسرائيل في حق الإنسانية اليوم في حديثنا من مصر نحاور مفكرا وطنيا مصريا وعالم اجتماع كبير كتب وحلل في مقالاته الأخيرة ما جرى في غزة وأثار الحرب على الأجيال القادمة نسأله عن هذا الجيل الذي عايش المأساة عن الأطفال الذين خرجوا من تحت أنقاض غزة كيف ينظرون إلى المستقبل وكيف يتصالحون مع مغتصبي الأرض والطفولة في حديثنا اليوم من مصر نسأله عن جيل الحصار والدمار في الأرض المحتلة كيف تلتأم جراحه النفسية بعد أن تتوقف الحرب وينقشع غبار المعارك جيل الغضب كيف نتوقع منه الحياة في سلام مع جاره القاتل أهلا بكم اشتركوا في القناة